اشتركوا في القناة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحديث عن الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله يقتضي منا أن نتحدث عن الأجواء التي ظهر فيها ولو بشكل يسير جدا علامات انتصار المقاومة الوطنية على الأبواب والهيئات السياسية تتفاوض في أكسليبان مع الحماية من أجل الاستقلال وإرجاع الملك محمد الخامس رحمه الله إلى عرشه فوق كل اعتبار وفوق كل وفاق الشعب المغربي هب عن بكرة أبيه في السهول والجبال والبواني والحواضر مبتهزا بقرب الانفراج وعودة الشرعية إليه الطبقات المتقفة تعقيد الندوات والمحاضرات في ألوان الاستقلال وأنواعه من استقلال داخلي كما حدث في تونس أو استقلال مترابط أو تام كعادة المتقفين في كل زمان ومكان وحوار وحوار ثم حوار رجال المقاومة الوطنية تنظر إلى الأمور من زاوية أخرى على أن الخصم لا تقت فيه لا بد من أخذ الحذر واليقدة منه فهو لا يعطي بيد إلا لياخذ بأخرى وكذلك كان وإلى الله ترجع الأمور الزمان الذي نتحدث عنه في أواخر سنة خمسة وخمسة حيث عين الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله مفتشا للتعليم العربي بمدينة الدار البيضاء خلفا للمفتش مولي العرب المسعودي رحمه الله الجميع حسب نظام الحماية في التعليم العربي بنسبة عشرين في المئة للغة العربية كنا جماعة من المعلمين نجحنا في الامتحان الكسابي لشهادة الكفاءة البدوجية في التعليم وبقي منها الامتحان العملي والشفوي عين في تاريخ الإجراء عين لتاريخ الإجراء وأخبرت به وأعددت نفسي وتلاميذي لهذا اللقاء وكان صباح يوم الإثنين دخلت إلى المدرسة ولم أجد بها أحدا ولا تلميدا واحدا لأن المقاومة الوطنية أعلنت إضرابا عاما في جميع المجالات ودخلت ووجدت مدير المؤسسة وكان فرنسيا يتحصر على ما وقع جاءت لجنة الامتحان وكانت من ثلاثة أعضاء المفتش ومعلمين الرسميين يرأس اللجنة المفتش الأستاذ عبد السلام ياسين واستقباباني بوجه مبتسم يطمئنني على ما حدث ويهدئ من روعي وكذلك كان مع رفيقي وكان التوفيق محالفا لي في المرة التالية ومر الامتحان في جو من المودة حازما في تسيير أمور الممتحن وكفاءته وعلمه تطبيقا وعملا وكان هذا اللقاء الأول سببا في ارتباط به طيلة الفترة التي قضاها معنا والتي امتد السنتين واحدة قبل إعلان الاستقلال والأخرى بعده شاهدنا فيه من السلوك والنزاهة ما لمعهده في أمثاله من قبل رجل متدين حريص على أداء صلاته في وقتها فكثيرا ما كنا في لجنة تصحيح امتحانات وحل وقت صلات العصر يتركنا ويدهب لأداء الصلاة وكنا نشاركه في لجان العمل والسفوي ويحرص على الممتحن أن يكون مقتدرا كفاء ومتواضعا لا مغرورا وكثيرا ما كان يحرص في دروس التكوين مع المعلمين مؤتلا حتى الكمان كان يعزف عليه لحن الأناشيد ليؤتل فيه المكونين من المعلمين ليقتدوا به فقد كان رحمه الله نعم المربي للمعلمين الجدد حتى نقل إلى مدرسة المعلمين في عين سبع بالدار البيضاء وكانت نقلة غير صائبة في حق هذا الرجل المربي العظيم قل نديره وقل متيره هذا العبقري الذي تلقى الفرنسيتا بعصاميته من غير أستاذ فرنسي ولا مدرسة فرنسية وقد تأسف العارفون بسر هذه النقلة أيما أسف ولا حول ولا قوة إلا بالله رحمه الله رحمة الواسعة وأسكنه فتيح جناته وجمعنا وإياه في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا